إخوة الإيمان يصرنا أن نذيع على حضراتكم أسماء الفائزين في الإجابة على سؤال الأمس من مسابقة من بلاغة القرآن الكريم فاز بجائزة قدرها 1500 جنيه آيات ياسر السعيد محمد طالب بالصف الثالث الثانوي من محافظة بور سعيد وإبراهيم مصطفى محمد إبراهيم موجه لغة عربية من محافظة الغربية دعين الله تبارك وتعالى للفائزين بدوام النجاح والسدد الآن مع سؤال جديد إذاعة القرآن الكريم من القاهرة كتاب أحكمت آياته ثم فصرت من لدن عكيم خبيل من بلاغة القرآن الكريم آياته محكمات لا نضل بها من بلاغة القرآن الكريم مسابقة يومية تقدمها إذاعة القرآن الكريم بالتعاون مع وزارة الأوقاف إعداد مروى النجار تقديم إسماعيل دويدار أيها الأخوة المؤمنون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من بلاغة القرآن الكريم ما جاء في قول الله تعالى وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين صدق الله عظيم فالآية الكريمة تبرز عمق البلاغة القرآنية من خلال تصوير الأحداث بلغة مجزة تعبر عن أفعال متداخلة ومتربطة يأمر الله تعالى أم موسى بإرضاعه وهذا يوحي بمراحل متعددة طويت في النص كولادة الطفل وخوف الأم عليه وبذل كل ما في وسعها لحمايته فهذا التصوير الموجز يخلق مشهدا غنيا بالأحداث وتتجلى معجزة الإيجاز في هذه الآية باحتوائها على خبرين وأمرين ونهيين وبشارتين بأسلوب سلس وموجز فالخبران هما أوحين وخفتي والأمران هما أرضعيه فألقيه والنهيان هما لا تخافي ولا تحزني والبشارتان هما رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين فقدم الله تعالى لأم موسى ضمانات تطمئن قلبها فجاء النهي عن الخوف والحزن مشفوعا ببشارتين رد الطفل إليها وجعله من المرسلين واستخدمت الجملة الإسمية مع حرف التحقيق إن لتوكيد هذه الحقائق وللتأكيد على دعم الله عز وجل لها في مواجهة الخطر المرتقب وتهدئتها بشأن ما وقع مما يعكس بلاغة التوكيد واليقين في الخطاب الإلهي والسؤال العشرون وردت آية في القرآن الكريم تخبر أن الله تعالى ألقى محبته على نبيه موسى عليه السلام أذكر اسم السورة الكريمة ورقم الآية بقيمة نولوم الأرض قد جمعت في كل عصر مع الأحداث تنسجم أيها الإخوة المؤمنون للمسابقة جائزتان يوميا قيمة كل جائزة ألف وخمسمائة جنيه ويمكنكم المشاركة في الإجابة على أسئلة المسابقة من خلال الرابط الموجود على صفحة إذاعة القرآن الكريم وصفحة وزارة الأوقاف على الفيسبوك مع تمنياتنا بدوام التوفيق كتاب أعكمت آياته ثم فصرت من لدن حكيم خبيل من بلاغة القرآن الكريم مسابقة يومية تقدمها إذاعة القرآن الكريم بالتعاون مع وزارة الأوقاف إعداد مروى النجار تقديم إسماعيل دويدار ترجمة نانسي قنقر